بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة أحببت أن أتوقف معكم حول آية عظيمة جدا أرجو أن نحفظها لأنها تريح القلب وتصرف عنك شر الوساوس وتصرف عنك أذى الناس وتجعل حياتك مليئة بالإطمئنان لعلاج القلق لعلاج الخوف من المستقبل لعلاج الخوف أثناء النوم لعلاج الوساوس آية في سورة الزمر الآية 38 عظيمة جدا ولكن معظمنا يغفل عنها يجب أن تحفظها معي اليوم وأن تتفكر فيها وأن تصبح جزءا من حياتك وصدقني لن تندم لأنني أنا جربت هذا الأمر وهذه الآية بالفعل غيرت حياتي فأحيانا آية واحدة قد تغير حياة إنسان لأن تغيير العقيدة هو أصعب شيء تغيير نظرتك للحياة شيء صعب جدا أن تغير نظرتك للأمور من حولك هذه الآية ستجعلك تغير نظرتك لكل شيء تقريبا من حولك وبخاصة المخاوف والقلق والآلام والأحزان والخوف من الناس أو من المحيط أو من المستقبل الله تعالى يقول ولا إن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون والله أيها الأحبة كل كلمة من كلمات هذه الآية أثقل من الجبل لو فهمنا معانيها هذه الآية بدأت بسؤال كلنا يقرر إجابته مسبقا لا أحد يستطيع أن يدعي أنه هو من خلق الكون حتى الملحد لا يستطيع أن يقول لك هناك بشر خلق الكون حتى الذي ينكر وجود الله يعترف أن هناك قوة عليا هي التي صنعت هذا هذه السماوات والأرض ولئن سألتهم والخطاب هنا لمن الخطاب هنا لنبينا عليه الصلاة والسلام ولنا نحن المؤمنين من بعده أي إذا سألت هؤلاء الملحدين المنافقين المشككين ولا إن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله مباشرة يعترفون أن الله هو خالق كل شيء لا رغم من ذلك يقولون فلان يضر وفلان ينفع وأنا أخاف من فلان قد يضرني وأرجو عطف فلان لأنه ينفعني هذه الآية ستغير هذا المفهوم تماما أخي الفاضل لذلك الله ماذا قال بعد هذه المقدمة ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله إذا أنت اعترفت سواء كنت مؤمنا أو مشككا أو ملحدا أن الله هو خالق الكون كما قلنا الملحد لا يقول الله يقول هناك قوة ولكنه يعترف أن هناك إله للكون بغض النظر عن شكل الإله الذي يعتقد به قل أفرأيتم ما تدعون من دونه هؤلاء الذين تظن أنهم يسيطرون على الدنيا تخاف منهم قل أفرأيتم ما تدعون من دونه يا هل ترى دقق معي أخي الحبيب إن أرى دني الله بضر إذا كتب الله لي ضرا إذا كتب علي حادث أو شر أو مرض أو أذى أو فقر إن أرى دني الله بضر هل هن كاشفات ضره هذا الإنسان حتى لو كان أعظم ملوك الأرض هل يستطيع أن يكشف ضرا عن إنسان كتبه الله عليه أصلا هو لا يستطيع أن يكشف الضر عن نفسي إذا أصابه مرض قد يموت ولا يستطيع إنقاذ نفسي فكيف يكشف الضر عن غيره يعني هو أضعف من ذلك بكثير قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله هؤلاء الذين تخافون منهم وتترجون رضاهم قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره إذا أصابني مرض يعني استعصى على الأطباء هل يستطيع هؤلاء مهما بلغوا من القوة والمال ولو بذلوا أموال الدنيا أن ينقذ إنسان أشرف على الموت مثلا لا يمكن هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هذا الإله العظيم كتب لي رحمة عنده كتب لي مبلغا من المال سيأتيني كتب لي خيرا سيأتيني كتب لي رحمة ما زوجة ستقر عيني بها طفل سيكون قرة عين لي أي خير أو رحمة كتبها الله لي أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته يعني هل يستطيع أحد أن يمنع عنك رزقا كتبه الله لك طبعا لا إذن ما دمت اعترفت بذلك إذن قل حسبي الله الله يكفيني حسبي الله أنت عندما تقول لفلان يتقدم تقول حسبك يعني يكفي هنا توقف هنا حسبي الله الله يكفيني كل شر وكل هم وكل ضيق وكل مشكلة قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون إذن أعظم عبادة أنا بنظري يمكن أن تجعلك مطمئنًا جداً في هذه الدنيا هي التوكل على الله الذي للأسف فقدناه وكلنا أنفسنا للأسباب أحدنا يلهث ليخرج من مكانه بسبب ضيق الرزق وقد يكون فيه خير لك وأنت لا تدري ويذهب ليقول لك أريد أن أؤمن المستقبل والأولاد والعلاج والتعليم وكذا وهو لا يضمن أي شيء لا يضمن لنفسه أن يعيش يوم واحد فكيف يضمن مستقبلاً لغيره ولأولاده وأسرتي أصبحنا أيها الأحبة نعتمد على الأسباب المادية من حولنا فقدنا لذة التوكل على الله أحبابي في الله التوكل على الله هو لذة عظيمة لا يشعر بها ولا يستطيع أن يصفها إلا من تذوقها في قمة المرض أن تقول الحمد لله في قمة الخوف أن تجد نفسك مطمئناً بفضل التوكل على الله أنا معي يا رب هو إله هذا الكون لماذا أخشى غيره انظر إلى حبيبك عليه الصلاة والسلام عندما كان في الغار وكل أسباب الخطر من حوله المشركون من كل جانب والسيدنا أبو بكر رضي الله عنه يحزن لهذا الموقف نبي كريم عظيم أكرم بشر عند الله يقف مثل هذا الموقف الكفار والمشركون يحيطون به ويعني بينهم شعر فقط أو بينه وبين الموت أو القتل شعره ولكن هذا النبي الكريم كان لديه قوة هائلة في التوكل على الله إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا لأنه أدرك أخي الحبيب انتبه أدرك هذه الآية في سورة الزمر أدرك أن الرحمة لن يستطيع أحد أن يمسكها وأن الضر إذا وقع به لن يستطيع أحد أن يكشفه إلا الله عز وجل قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله النبي علمت تماما معنى هذه الآية علمت تماما معنى حسبي الله أنا الله معي أخاف من فلان وفلان ومصيرهم بيد الله لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا إذن كيف كيف يخوفني شخص هو لا يملك أي شيء على الإطلاق لا يملك نفسه فكيف يخوفني والله معي هذه قوة التوكل أيها الأحبة سيدنا موسى أيضا أدرك هذا المعنى عندما وجد البحر من أمامه والعدو من ورائه الذي قال أنا ربكم الأعلى فرعون وجنوده أحاطوا بسيدنا موسى والمستضعفين معه من كل جانب أصحاب موسى قالوا إنا لمدركون فقدوا الأمل من الله فقدوا يأسوا من رحمة الله ولا يهدوا بالله وهذا كفر نوع من أنواع الكفر قال كلا ما الذي دعاه أن يقول على الفور كلا إن معي ربي سيهدين قوة التوكل أيها الأحبة علم أنه لا يضر ولا ينفع إلا الله علم معنى هذه الآية إن معي ربي سيهدين لذلك أنا أريدك أخي الحبيب أن يعني قوة التوكل أن يكون في داخلك في أعماقك قوة هائلة للتوكل على الله تشعر بقوة أنا متوكل على الله أحدنا يا أحبة إذا تعرف إلى إنسان غني تعرف على مسؤول لديه سلطة ومال وقوة وكذا يشعر بالقوة يستمد منه القوة طيب أنت الآن تتعرف على مالك الملك كم حجم القوة التي يجب أن تشعر بها شيء عظيم جدا إذن التوكل على الله هو مصدر القوة أيها الأحبة لماذا نشعر بالضعف اليوم لماذا نشعر بالوهن نشعر بالاستكانة لأننا فقدنا التوكل على الله لأن التوكل على الله هو أكبر مصدر من مصادر الثقة والقوة بل الإحساس بهذه القوة أحدنا يلهث من أجل الرزق وهو يظن أن الرزق سيهرب منه والنبي عليه الصلاة والسلام قال والذي نفسي بيده يقسم صلى الله عليه وسلم أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها يقسم لك النبي يا أخي رزقك ستستكمله تماما قبل الموت لن ينقص منه شيء لأنه مكتوب أصلا أنت مكتوب منذ أن كنت جنينا في بطن أمك مكتوب رزقك بالثانية كل ثانية ما هو الرزق الذي سيأتيك حتى تموت كله مكتوب فلماذا تخاف وتلهث وترجو فلان وتسأل فلان وتخاف من فلان لا يا أخي وجه نظرتك اجعل حياتك بيد الله سبحانه وتعالى إذن أخي الحبيب هذه الآية أيضا أحبك أن تحفظها لأنها تريح النفس قبل النوم حاول أن تفكر بهذه الآية ولكن يجب أن تحفظها يعني على الأقل يوم القيامة بعد الموت نلقى الله بشيء من كتابه كثير مننا لا يحفظ شيء من القرآن إلا بعض قصار الصور طيب احفظ بعض الآيات تجدها في القبر نورا لك القرآن نور في القبر أيها الأحبة أنت ستنزل إلى ظلام الأرض يعني أحدنا إذا انقطع التيار الكهربائي يحاول أن يكون لديه شاحن صغير لكي يضيء له شيء يعني من حوله طيب أنت ستكون في ظلمات الأرض إلى يوم القيامة ربما مليارات سنين نحن نعلم متى تقوم الساعة طيب ألا تأخذ معك نورا القرآن هو النور وأنزلنا إليكم نورا مبينة واضح فأحفظ هذه الآية رجاء أن فكر فيها قبل النوم قبيل النوم مهم جدا كل يوم أن تفكر بهذه الآية ستعطيك قوة في التوكل وتعطيك أثر كبير جدا في الراحة النفسية ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتوكلين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق حتى يتبين لهم حتى يتبين لهم